حتى عدد من الأطباء في مملكة البحرين المواطنين والمقيمين على أهمية الاتزام بالإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع لا يزال ظرف جائحة فيروس كورونا يخيم على العالم أجمع فمع تغيرات الفيروس ازدادت الإجراءات الاحترازية لضمان عودة الحياة لطبيعتها فمن مملكة البحرين يستقبل أبناء المجتمع فرحة عيد الفطر السعيد هذا العام بحلة مختلفة في ظل هذه الجائحة العالمية فالوعي المجتمعي والتقليل من الزيارات العائلية هي الحل لحماية المجتمع وكبح انتشار كوفيد-19 جموع من الأطباء أكدوا على أهمية استمرار المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لتطويق الفيروس وخفض عدد الحالات ناهيك عن وعي المجتمع الذي هو سيد الموقف وعدم التهاون بالتجمعات الكبيرة لمرور العيد بأمان وسلام يجب على الجميع التكاتف والتعاون في تطبيق كافة التدابير الاحترازية والتي تشمل في اختصار التجمعات العائلية ضمن الأسرة الواحدة وتطبيق كافة معايير التباعد الاجتماعي لفترة العيد من المهم تفادي التجمعات الكبيرة مثل تجمعات الأهل والأصدقاء واختصارها فقط على العائلة الواحدة العيد فرحة عشان فرحتنا تكتمل ضروري نلتزم بالإجراءات الاحترازية لبس الكمان عند الخروج من المنزل مع فتح الأماكن والقاعدات الداخلية نتأكد نحن نترك مسافة التباعد الاجتماعي الأطباء حثوا أبناء المجتمع على تبادل التهاني والتبركات عن طريق شبكات الاتصال الاجتماعي مع تجنب الزيارات العائلية للتكاتف مع فريق البحرين للخروج من هذه المحنة العالمية يتحتم علينا وعلى المجتمع كله أن يتكاتف دعم للجهود المبدولة من الفريق الوطني بمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في فترة عيد الفطر المبارك وزارة الصحة دعت إلى أخذ الحيطة والحذر والحرص على اتباع كافة القرارات والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في حالة التوجه لأي منشآت تجارية وتطبيق كافة الإجراءات الصحية وبالأخص لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم ونظفة اليدين ناهيك عن اختيار الوقت المناسب للتسوق للحفاظ على السلامة العامة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين